فقراتك اليوم بيومه دائماً عم يكون عنا فقرات منوعة ومميزة وهالفقرات دائماً تكون مليانة إبداع وابتكار ومواهب مواهب كتير حلوة عم يشتغلوا عليها ليوصلوا للمكان يلي هن يتمحولوا ويحبوه ضيفتي لليوم هي مبتكرة بعملة كمان عم تشتغل بالزينة والتصميم خلت بصمة كتير حلوة من خلال شغلة بهذا الشي وبكل مناسبة عم يكون إلى بصمة مختلفة عن باقي المناسبات وبكل مناسبة عم يكون إضافة حلوة لكل شيء عم تعملوا بالجبصين بالتصميم بالزينة اليوم رح تكون معي لنشوف قصة نجاحها وشلون وصلت للمكان يلي هلا هي فيه رح تكون معي اليوم جابرييلا شابو مصممة أعمال يدوية من مدينة القامشلي أهلا وسهلا فيك معنا جابرييلا للمرة الأولى عبر شاشتنا سيبورو تيبي تودي أعطيكم ألف عافية شكرا كتير لكم أنا اسمي جابرييلا شابو خريجة إدارة أعمال تسويق الكتروني حاليا شغلي هو بالكونكريت والشمع أهلا وسهلا ومدينة تانية وأكيد مبسوطين لوجودك معنا اليوم عبر شاشة سيبورو تيبي حلو كتير دائما الشخص يكون مخلص جامعته بعدين يكون في باله غير أحلام وكمان مثل ما نعرف أنه أنت أم وبنفس الوقت كمان عم تشتغلي أكيد يكون في صعوبة بهالمجالي ممكن بالوقت كمان بالوقت أكيد هلا هو صعوبات جباري تتكون مجرد أنه تقومي بشغل جديد فأكيد تيكون صعوبات كتير أنا بالطرف العائلي كمان خلي نقول أنه أم لطفلين أنا ماري وإيشع وكمان بحتودي وبحكم أنه تيكون مسؤولية البيت وكمان أنه شغل جديد لازم تبلش فيه فكتير تيكون أنه عجب تيعجب العالم ولا لأ تيحبوه ولا لأ بس الحمد لله تكلتوا على الله وبقوة ربنا كله هلا رح نحكي أكيد بتفاصيل أكتر وبنقاط كتير لنشوف شلون توسع هذا الشغل ولا أين وصل مثل ما نعرف ما صار فترة كتير يمكن بلشتي بشغلكي الخاص تقدري تحكي لنا شلون كانت البداية الصعوبات اللي واجهتك بالبداية وكمان تفاصيل أكتر هلا أنا قبل من شي تقريبا 8 سنين كان عندي محل الزينة كمان كل شي جديد وغريب كان موجود عندي بالمحل يعني بس بزبب ظروف عائلية ما قدرت أكمل بالمحل قعدتوا في البيت تقريبا شي أربع سنين بس كمان بالبيت كان عم أبلش أشتغل يعني وحبي هيك وشغفي لهالشغلات أنه بدي شي جديد تأتعلم وهيك وكملتوا يعني وصعوبات مثل ما قلتوا لكي جباري تنشوف فيها يعني بس الحمد لله يعني مشي كله تمام لهلا تمام الحمد لله كمان من وقت البداية بعيدا عن المحلية اللي ذكرتيه بدايتك هلا بالشي اللي عم نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي شلون كانت البداية ايش الشي اللي خطر لكي لحتى هلا أنه لازم أنا أبلش أو أكمل بشغفي وكمان الصعوبات اللي مرت من البداية لحد اليوم مثل ما ذكرتي أكيد في صعوبات أكيد هلا شغلي أنا هو الكونكريت والشما بالنسبة لي أنا حب دائما يكون شي جديد وغريب يعني أنه تأنزل مثل ما يقول أنزل على الساحة بس أنه يكون شي جديد وغريب مميز تماما فكان هذا كثير كان عم أشوفه على الانترنت وهيك حبيتوا كثير هيك أفوت مثل ما يقول بالعالم تبع الكونكريت شفتوا كثير أنه أخدتوا كورسات كثيرة طبعا من لبنان ومن مصر كمان أخدتوا أونلاين كونوا الكورسات وبلشتوا شوي شوي فين ومثل ما يقول بعدين هيك نزلنا على الساحة كان صعوبة يعني أنه بالنسبة للعالم ما كانت تعرف أي شوي لا بما شرحتي إلى الكونكريت مثلا من إيش ينصنع إيش المواد اللي عم تستخدميها وإلى شوي شوي هيك صار كله تمام يعني تماما كمان الأفكار اللي عم تكون أو اللي عم نشوفها بكل مناسبة عم تكون فكرة جديدة عم يكون تصميم جديد عم نشوف كمان بعد ما التطورات اللي صارت والسوشيال ميديا وهيك فيه أشخاص عم يستعينوا بالإنترنت بالإضافة نقول لزوقهم ولأفكار أنت عم تستعيني بالإنترنت ولا ممكن أنت من خيالك فيه شيء معين تأعمله لازم يكون هلأ أكيد الإنترنت عالم كتير يعني واسع بهالقصص أكيد تأخذ أفكار منه بس الفكرة أنه ممكن شيء نشوفه على الإنترنت نقدر نطبقه على الأرض الواقع يعني أولا بحكي المواد ممكن لها متوفرة عنا فمضروري إلا تأشت يعني تنسيق بسيط من عندي تيكون وبصراحة أكبر مصدر كمان هيك أعتمد عليه هو رأيي الزبونة يعني يهمني كتير بالنهاية أنه أقول لأيش تحبي إيش تفضلي أنت وكل زبون يأخذ القطعة من عندي أقول له أنه أي ملاحظة يعري تتخبرني يعني مشان أعرفه هو أكتر مصدر يعني أتعامل معه وهيك هو هو حلو كتير أكيد نحن لما نعمل أي شيء نطلب من الأشخاص اللي مقابلنا هو أكيد بالإضافة للشيء الإيجابي يكون مرات فيه شيء سلبي أو نقد نحن ما عم ننتبه له ولكنه الشخص اللي مقابلنا مشان يطور هذا الشغل كما ذكرتي أنه في صعوبة بالمواد أو بتأمينها تقدر يتخبرينها من أين عم تقدر يتأمنيها الصعوبة أيش هن المواد يلي عم يلزموكي تنقل بشغلكي هاته الكونكريت هو عبارة عن عدة مواد بس المادة الأساسية فيه هي الجبسين وبالنسبة للشمع أنا بصراعة عم أجيب بالنوع الكتير كويس هو شمع الصوية بس بحسب التكلفة سعره يكون كتير غالي فعم أضطر أحيانا كما يقول أنه أصوي مزيج بين اتنين يعني هلأ الشمع أنا عندي الحمد لله كل حبه وهيك وأكتر شي كانوا مبسوطين عليه هو الشمع هيك مثل الفواحات عطرية يكون هذا كان هيك الشيء الأساسي بالشمع يعني وبالنسبة لباقي المواد مثل القوالب وهالقصص كمان كان أقدر أوصي من مواقع بس كمان كان ألاقي كتير صعوبة ليصلوني للقاوم شلي يعني بدن وقت كتير فكان أضطر أحيانا أنه أشتغل أنا أو أخبر عالم أنه بدي هالقالب يعني تصنعوا لي ويوه تسووا لي ويوه أنه يسووا لي ويكون تمام يعني هلأت أنا أحكي كمان بالقوالب هل في شيء أو عم تصنعي شيء قوالب سيليكون هل خاصين لشغلكي أو لحتى يمكن منن أنت تعملي أفكار جديدة هلأ في كذا شخص عم أتعامل معه وعم يصنع لي قوالب أنه أنا أريدني يعني أنه بدي مثلا المعمودية بدي فلان موديل هيك يصنع لي ويه هو أكيد إن شاء الله مستقبل أنا عم أفكر أنا أبلش كمان فيه إن شاء الله إذا بدنا نحكي بالنسبة للقطاع اللي عم تعمليها أيش هن القطع الأكتر مرغوبين تنقول للعالم أو بالسوق تنقول هل القطع أكتر شيء مكما قلت لكي الشمع هو الفواحات هدول العطرية كتير للعالم يعني حبتن وبالنسبة كمان للكونكريت هن السوفينيرات ولادة للأعراس يعني هداية تعتبر فردية تقدري تعطيها وكمان مثل السوفينيرات يكونوا لجروب يعني كامل طمع مثل ما ذكرتي كمان بالبداية أنه الكونكريت هو شيء جديد يمكن عنا بالمدينة أو ممكن الأشخاص اللي ما عم يقرؤوا أو ما عم يشوفوا على الأنستة تنقول ما عندهم فكرة شلون كان إقبال العالم إش كانوا الآراء مثلا في شيء جديد عم ينزل على الساحة بالبداية لكل أنه نصدم أنه إي شوي هذا الكونكريت يعني أنه من إيش مصنوع وشلون عم تسويوا يعني في كتير عالم أنه هيك حبت الشيء يعني والله كان عم نشوفه على الإنترنت شيء كتير حلو أنه صار عنا متوفر منهم بالقامش يعني وهيك بعدين شوي شوي هن صار يعرفوا أنه من أي شوي وكتير فيه هلا بنات بلشوا شغل كمان فيه وهيك وأنا جاهزة أكيد لأي معلومة وأي طلب بالدنوي أكيد حلو كتير دائما يكون فيه أشخاص هنا أقراب من المجال اللي نعملوا لحتى يساعدونا ممكن تنقل بفكرة صغيرة أو بأي شيء حتى يقدر يكمل هلا أنا كتير فيه عالم هلا ببلشين كمان بشغلي وهيك بالشمع ولا إن كان الكونكريت كتير عم أتعامل معا يعني أنه مثل ما يقول صرنا رفقات كمان أنه أنا بالنهاية هدفي من الشغل أكيد مو أنه بس ماد يكون تيكون فيه شيء أنه يبقى بصمة بيه تماما بصمة يحلوة عند العالم تماما إذا بدنا نحكي للمستقبل أو للأيام تجاي عم تفكري شيء توسعي عفوا شغلك أو لحتى يشمل غير مناسبات بالإضافة للمناسبات اللي أنت عم تشتغلي فيها أكيد ليش لا يعني بالنهاية واحد إذا ضل بس على نمط معين تيمله العالم وأنا دائما أحب هيك يكون شيء جديد وشيء غريب هيك وإن شاء الله هلأ عم أشتغل على شيء جديد إن شاء الله قريبا تيكون موجود هو كمان إن شاء الله كمان تنشث وأكيد على صفحاتك الموجودة إن شاء الله بالإضافة لكل النقاطي اللي ذكرتيا والحكي أكيد بالإضافة للشيء الحلو والأفكار الحلوة والزينة والتصميم واحد لازم يعرف شلون يسوق لهذا الشيء لحتى العالم تشوف وتحب وتشتري وكمان تنشر ممكن في أشخاص ما عم يشوفوا هذا الشغل أنت شلون عم تسوقي لشغلكي أنا حاليا عندي على إنستجرام وعالفيسبوك عندي الصفحات خاصة بالشغل وشوي شوي عم أحاول أنه أشتغل عليه كويس ليصلا تقول شريحة معينة من المجتمع يعني ومن ناحية التصوير كمان بده كتير وقت يعني القطع أفصلة بس التصوير ياخد يمكن وقت أكثر شان أقدر أنزل القطع أنه مثل ما يكون منظر هيك حلو وهيك تجذب العالم يعني زكرتي أنه عندك صفحات على الأنستا وعالفيس إذا تقدري تسكري لنا الاسم شان الأشخاص اللي يشوفونها اللي يقدروا يتابعون ماري ستور وماري فور كونكريت وكاندل كمان نقطة تانية رح نحكي عنا شفنا أنه بالفترة المسبقة تنقول أو قبل الأعياد كان في عنا معارض بمدينة القامشلي وشفنا أنه أنت شاركتي بأكثر من معارض ممكن هاي أول مرة عم تشاركي أول تجربة إليه تحكي لنا عنها وبهيك تفاصيل الشوي الكتير تجربة حلوة كانت وممتعة جدا يعني كان يجوا العالم هيك مثل هدول ما كان يستخدموا الإنترنت مثلا اللي ما عم تصلن البوستات فكان ينصدموا بالشغل أنه برافو في عنا أنه أنت عم تشتغلين هدول فكتير حلو كان الإقبال علينا وشكرا كتير أكيد للقائمين على هالمعارض دائما هيك عم يدعموا للأشغال اليدوية وهيك ويعطيين ألف عافية أكيد يعطيك كمان العافية على كل شيء عم تعمليه جابرييلا عرفنا عن شغلك بشكل موسع وكتير عرفنا عنه ووسعنا بالحكي وأصلنا للخيتام بكلمة أخيرة تحب تختم فيها موضوعنا وحديثنا لليوم توديع لي خوكة لبيا والميدا أحب أقول لك كل بنت وكل سيدة حتى لو يكون عندكي مشاكل كتيرة ما تقدري تبلشي بشغل وهيك كله الله تيكون ماكي بكل خطوة أكيدة فحاولي دائما التابع وشوي شوي الله تيسر الأمور وبالتوفيق للكي يا رب كيد بالتوفيق للكي كمان وكتير سعيدين ومفسوطين لو جوتكي معنا نحنا كمان كان في نقاط وشغلات ما كان نعرف فيها حكيتين بالإضافة لهيك حكينا هلا بالعربي كمان تلكي بالسرياني للأشخاص اللي ما عم يعرفوا عربي جابرييلا كيبخ مجغلت لان شموم خد ما عد حزيلا مجغلا بوليشانو عربيو مجغلا علو عوديدخ بوجب سين بو كونكريت وبو سليكون كيبخ خد أبتلا موضعونو سعلى ميدون دمال الليلن أبي بوليشانو عربيو أهلا قعدو بوليشانو سليا أنا شغليدي بو كونكريت وبو شمعو هذا كبعلي غلبي مواد لو كونكريت وانك حزيانو غلبي عصقوثو الدأم طلن والقابي بس الحمدلله تيكا تيكا فايد أموري يعني فاشك محوين أعمي فاشك دعونو ميكو كمطونو هاني هاوي أسهل تيكا عالي وشمعو ستيل الحمدلله يعني زيلي غلبي أنو شير حمي وهاني كل ميدك مالخ تمام إن شاء الله شافر غلبي إليخو لو ميدكو ديالاخت حزيانستي كيبخ موضعت إنو شد أميدو ناني ميمني ميمسي للاخت عادو أهانم شغليو بو كونكريت هانويو عادو خطانو تمثال دمشي حودي عادرة عادو حتى إيسانيان فستي شغليو وميد أهانو ستو خد إيدو وشمعو لغ الماحط كيبخ أمتلان أميد عنو أيدر بو كويد مينا مقاكو بعلي دنوشف كبعلي وقد غلبي دنوشف تقلي قعدو خاصة بوسثو فاكبعلي أقل ما غلبي يعني ثلاثو ساعة أربعو ساعة هاته لمشغلت قدرت مفقتل شغلة إيبي أنا وقع هدمينكم طولت إيبي مقاكو يعني إذا تشغيل لخ كونه وخبتو إيدا حدودة مقاكو بعليك زبني هذا الحسب عمو بيتو عملنا عيمواني فاكبعلي وقت غلبي وبعلي وقت غلبي كمالك تودي ساقي وماملو غلبي شافروا وأميدوني دمري لخستي غلبي شافرين وأكيد تكيتو دمينا نوشي غابا تخدي دخستي تكتات إيمو وتكو قدرت موفقت دمينا بين دو بيتو ده نعيمة ودو شغلي دخستي بو شارو آمينو وتحودينا لخنا قحراتو غابا بميداني روكتر روكتر إن شاء الله تودي غلبي إليخو تودي استكبعونا دمونا تودي لو أهليدي والإبراهيم استكيد الدعم الأساسي تودي الحوروني وتودي لمحبين كل يدكتنا حوالدي ديد لو لا ميني القدرون وأكيد يعني مستمرونه وأبو شغله وتودي إليخو غلبي يعطيكنا ألف عافية تودي إليخو لوزا بنايدا خدهو لخلانيو تكتات إيمو تودي تودي